ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بابكو انرجيز ماضية في ترجمة رؤى جلالة الملك المعظم في تأمين مصادر جديدة للطاقة في المملكة مشيدا سمو باهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وخلال الاجتماع راجع المجلس استراتيجية وخطة الشركة للسنوات المقبلة التي ترتكز على توحيد جهود بابكو انرجيز والشركات التابعة لها بهدف تطوير قطاع الطاقة في البحرين حيث وفق المجلس على خطة العمل للسنوات القادمة التي تضمنت مباشرة عدد من مشاريع الطاقة المتجددة التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة إضافة إلى الاستثمار في تقنيات الطاقة الحديثة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر جديدة للطاقة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة هذا وقدم سيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو انرجيز تقارير مفصلة حول أداء الشركة العام ومستجدات المشاريع الرئيسية التي تعمل عليها المجموعة وتضمن العرض التحديث المتعلق بمشروع تحديث مصفات بابكو بي ام بي الذي يحرز تقدما كبيرا وقاربت الأعمال فيه على الانتهاء إضافة إلى الانشطة المستمرة في مجال الاستكشاف والانتاج التي تنفذها شركة بابكو للاستكشاف والانتاج كما وفق مجلس الإدارة على إطار موحد للتعويضات والمزايا يشمل كافة العاملين في المجموعة وشركاتها التابعة بهدف تعزيز التكامل والانسجام بين مختلف القطاعات وضمان العدالة في توزيع المكافآت والمزايا ترجمة نانسي قنقر